السيدة دستا هيلو والسيدة لتسلاس هيلو وأيضا السيدة سلامات أرقاوي هن من سكان محافظة قانتا أفشوم وتحديدا بلدة قلعة قحنتي يواجهن تلك السيدات أزمات عدة بسبب أزمة المجاعة الحالية مما عرضهن للأمراض كما ترون لا يوجد شيء في المنزل ليأكل أو يشرب إن وجدت الطعام أكلت وإن لم أجد فأنام وأنا جائع أنا أسكن في منزل الإيجار مع ابنتي ومنذ عشرة أعوام وهي طريحة الفراش لا تستطيع العمل وإعالتنا كنا نعيش من خلال المساعدات الإنسانية التي كانت تقدم من قبل سكان البلدة الذين أصبحهم أيضا يعانون مثلي عشر طعمتي كبز حميم منذ عشرة أعوام وأنا مريضة وطريحة الفراش أبي هو من كان يعيلني ولكنه توفي والآن لا يوجد من يعيلني ولا يوجد شيء لكي أأكله مع أطفال الصغار والسيدة سلاس قبر مدهن والسيدة ألماتش قبر مريم المقيمات في محافظة حوزين في بلدة مقاب هنا أيضا يعانين من المجاعة التي لا ينبغي مطلقا أن يعانين منها لا سيما مع كبار سنهن أزمة المجاعة في الوقت الحالي أصعب بكثير من أزمة المجاعة في عام 1985 لم نحصد هذا العام أي من المحاصلة الزراعية وهذا عرضنا لأزمة المجاعة لا يوجد شيء كي أقوم ببيعه لكي أشتري الطعام أتمنى من الرب أن يغير الأوضاع التي نحن عليها لأننا أصبحنا لا نستطيع تحملها للغاية مما أفاد مدير الشؤون الاجتماعي لمحافظة قانتا أفاشوم السيد بهل بي هفتاي أنه يوجد أكثر من ثمانون ألف شخص من سكان البلدات التي تقع في محافظة قانتا أفاشوم هم في أمس الحاجة للمساعدات الإنسانية يوجد العديد من من يعنون من المجاعة ولذا أطلب من الحكومة بأن تنغذ أرواح السكان من الموت وأيضا أعرب مدير القطاع الاقتصادي لمحافظة حوزين السيد قبرس الله سيرقاو أنه يصل عدد سكان المحافظة لأكثر من 140 ألف شخص ومن ضمنهم 100 ألف هم الفئة المتضررة من المجاعة لا يوجد أي مساعدات إنسانية تقدم ولذا يجب من الحكومة والمنظمات الإنسانية أن تعير انتباعها لذلك